انتهاكات ميليشيا الحوثي في اليمن لحقوق الإنسان سمة التسقت بها وتوسعت مع بداية الحرب في البلاد شأنها في ذلك شأن كل الميليشيات التي تحركها إيران في المنطقة ولكن لم يتوقع أحد يوما أن تطال هذه الانتهاكات أفواه الجياعي في بلاد تشتعل الحرب على أراضيها منذ أعوام بينما مات الكثيرون هناك لأنهم لم يجدوا ما يسد ويمسك رمقهم من طعام وشرب أجديد في انتهاكات ميليشيا الحوثي والتي بات الفساد أحد أبرز عنوينها أنها باتت تسرق طعام الجياع الذي يصل إليهم من خلال المساعدات الإنسانية الدولية فقد كشف برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بالأدلة مثل هذه الممارسات في العاصمة صنعاء وأزاء أخرى من البلاد تسيطر عليها هذه الميليشيا وطالب بتحويل مسار الإغاثة الغذائية الإنسانية في اليمن بشكل عاجل بعيدا عن مناطق نفوذ الحوثيين برنامج الغذاء العالمي أوضح في دراسة استقصائية قام بها شملت المستفيدين المسجلين في المساعدات أن العديد من الناس في العاصمة لم يتلقوا الحصص الغذائية التي حق لهم الحصول عليها وفي مناطق أخرى تم حرمان الجياع من الحصص الكاملة بينما يعتمد ملايين الناس على المساعدات الغذائية لبقائهم على قيد الحياة وبأبسط مستوها الدراسة بيّنت كذلك أن الدافع وراء إجرائها كان عددا متزايدا من التقارير التي تفيد ببيع أغذية المساعدات الإنسانية في الأسواق المفتوحة في العاصمة وكشفت الدراسة أن المنظمة المحلية الوحيدة التي يكلفها البرنامج بالتعامل مع المساعدات الغذائية وتوزيعها والتي ترتبط بوزارة التعليم في صنعاء ويسيطر عليها الحوثيون تقوم بعمليات الاحتيال وسرقة مساعدات المحتاجين ورصدت دراسة برنامج الغذاء العالمي كميات من الصور الفوتوغرافية والفيديوهات وغيرها من الأدلة التي تظهر قيام شاحنات ميليشيا الحوثي بالاستيلاء على المواد الغذائية بشكل غير مشروع من مراكز توزيع الأغذية للمحتاجين كما وجد البرنامج أن عملية اختيار المستفيدين يتم استغلالها من المسؤولين المحليين وأن سجلات توزيع الغذاء يتم تزويرها كما اكتشف أن بعض مواد الإغاثة الغذائية تمنح لأشخاص لا تحق لهم المساعدة ويتم بيع بعضها في أسواق العاصمة على يد الميليشيا لتحقيق مكاسب مادية ترجمة نانسي قنقر